بأحد أكبر المراكز التجارية في تايلوندا يفتح أفخم محل لأفخر مجموعة من المنتجات الجلدية في العالم ومع أن ثمنها جد باهظ إلا أنها شدت انتباه الكثيرين فالبعض يستمتع بجماليتها والآخر يتأكد من نوعيتها أما هذه وتلك فليس ثمن ما أفزعهما غالبية الناس ما تصرف النظر عن القسوة والبشاعة الموظفة في تصميم تلك المنتجات فوراء ذلك الجلد قلب نابض صدم كل من رأاه محل وهمي بهدقت جمعية بيتا للرفق بالحيوانات نقص الخطر من خلال تسليط ضوء على وحشية تجار جلود الحيوانات النادرة على غرار التمسيح والأفاعي ففي كل عام الآلاف من الزواحف تهتك من أجل إرضاء غطرسة الأثرياء ممن يتباهون باقتناء تلك المنتجات الجلدية ضربين عرض الحائط رقم السبعمائة ألف من الزواحف التي تقتل سنويا من أجلهم مبادرة قد تحز في نفس البعض وتؤثر في آخرين لكن هل سيتمكن الناشطون في جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوانات التوصل إلى وضع حد لتلك الانتهاكات التي تكاد تأتي على سلالة بعض الأنواع منها وبالأخص تلك الزواحف التي أبدع الخالق في تصويرها اشتركوا في القناة